هي قصة نجاحٍ سطرتها دورة الإمارات بقلمٍ أخضر التغيرات المناخية التي لطالما اعتبرت تحدياتٍ تعيق التقدم باتت فرصاً لتحقيق التنمية المستدامة فمن بوابة الخطة الوطنية للتغير المناخي الفين وخمسين عملت الإمارات على إدارةٍ بعثات الغازات الدفينة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام كما حرصت على تقليل المخاطر وتحسين القدرة على التكيف مع التغير المناخي بالإضافة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال تطبيق حلول المبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص وفي هذا السياق قامت السلطات الإماراتية بتفعيل الاستثمارات والمشاريع التي تركز على توفير بدائل للطاقة من خلال الطاقة النظيفة وتعد الإمارات اليوم أول دولةٍ خليجية تقر استراتيجيةً للاستثمار في الطاقة المتجددة ويشمل ذلك الطاقة الشمسية والطاقة النووية والغاز الطبيعي وخير مثالٍ على ذلك محطات براكا التي تدخل في إطار البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتشير آخر البيانات إلى أن استثمارات أبوظبي في الطاقة المتجددة بلغت أكثر من تسعة مليارات درهمٍ إماراتي بل وتسعى الإمارات إلى رفع إسهام الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى خمسين في المئة وهي خطوةٌ سمحت لها بتأمين إمدادات الطاقة والمياه على المدى البعيد وعلى صعيدٍ متصل تمكنت الإمارات من خلال منظومة الاقتصاد الأخضر التي وضعتها من أن تصبح مركزاً عالمياً لتصدير التقنيات الخاصة بالمشاريع البيئية ومن هذا المنطلق وفرت السلطات الإماراتية منصاتٍ تجمع المبتكرين ورواد الأعمال في الاستدامة مع المستثمرين وجهات التمويل المختلفة وذلك لضمان تنفيذ ابتكاراتهم وتحويلها لمشاريع فعالة على أرض الواقع وخلال المرحلة المقبلة تنوي الإمارات الاعتماد بشكلٍ كبيرٍ على مفهوم التعافي الأخضر كوسيلةٍ ليس فقط لحماية البيئة بل أيضاً للتعافي من تبعات تباطئ الاقتصاد العالمي الذي سببته جائحة كورونا